رجال عصوا الاوامر فغيروا وجه التاريخ لطالما كانت الاوامر هي السبيل للوحيد للسير في الحياة سواء في الحياة العسكرية او المدنية لكن في بعض الاحيان قد يكون عسيان الاوامر هو السبيل للوحيد للتغيير ففي التاريخ هناك العديد من الامثلة على رجال عصوا الاوامر فغيروا وجه التاريخ هؤلاء الرجال كانوا شبعانا وقادرين على التفكير خارج الصندوق كانوا على استعداد لتحمل المخاطر من اجل ما يعتقدون به ان سلسلة القيادة وطاعة الاوامر مفهومان ضروريان للنجاح العسكري لكن التاريخ العسكري لا يزال مليئا بالاشخاص الذين عصوا الاوامر فغيروا وجه التاريخ تتكون الجيوش من افراد وبغض النظر عن الفترة الزمنية او الثقافة هناك دائما اشخاص يخالفون النظام تتنوع الاسباب التي دفعت الجنود الى العسيان مثل تنوع جيوش العالم نفسها وقد رفض العديد منهم الاوامر التي اعتبروها شخصيا مرفوضة مثل العقيد رؤول بيروب قائد للحرب العالمية الاول الذي رفض اطلاق النار على قواته بسبب جبنهم اما مع اخرين مثل جنرال الاتحاد دانيل سيكلس في الحرب الاهلية فكانت اسبابهم تتعلق اكثر بمجدهم الخاص وفي بعض الاحيان كان البنود يعصون الاوامر لان اوامرهم كانت حذرة للغاية كما فعل الملازم الاسترالي توماس ديري خلال معركة ستيلبرج في عام الف وتسعمائة وثلاث واربعون من خلال هذا الفيديو ستتعرفون على احد عشر رجلا غيروا وجه التاريخ وكان لهم الفضل بعد الخالق عز وجل في اننا ما زلنا على قيد الحياة الانقاذ الاول بعد اكثر من عقدين من تجنب ضابط الغواصة فسيل ارخيبوف حربا نووية خلال ازمة الصواريخ الكوبية اتخذ ضابط سوفيتي اخر وهو المقدم ستنسلاف بيتروف مرة اخرى قرارا بعدم شن هجوم كان من الممكن ان يؤدي الى حرب نووية عالمية في ستة وعشرون سبتمبر الف وتسعمائة وثلاث وثمانون كان بيتروف متمركزا في مخبأ سيربوخوف خمس عشر بالقرب من موسكو وهو جزء من قوات الدفاع الجوي السوفيتية في ذلك اليوم اكتشف نظام الانذار المبكر ما بدا وكأنه صاروخ باليستي امريكي عابر للقرار قرر بيتروف وموظفوه في نهاية المطاف ان ذلك كان انذارا كاذبا واثبت تحقيق لاحق ذلك تم تشغيل النظام بسبب انعكاس الشمس على السحب ومن خلال رفضه شن هجوم استطاع بيتروف تجنب مئات الملايين ان لم يكن المليارات من الوفيات وفي عام الفين واربع وتقديرا لانجازه حصل بيتروف على جائزة المواطن العالمي من رابطة مواطن العالم ومقرها سان فرانسيسكو بالاضافة الى جائزة قدرها الف دولار لم اصدق انني قمت بشيء غير عادي هذا كان تعليق بيتروف في ذلك الوقت كنت ببساطة اقوم بعملي وقمت به بشكل جيد وفي عام الفين وثلاث عشر حصل على جائزة دريسدن للسلام وذلك عن الرجل الذي انقذ العالم الانقاذ الثاني نجح الضابط السوفيتي فاسيلي ارخيبوف في منع تفاقم ازمة الصواريخ الكوبية خلال ثلاث عشر يوما في اكتوبر الف وتسعمائة واثنين وستون المعروفة باسم ازمة الصواريخ الكوبية تجنبت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بالكاد حربا نووية كان من شأنها ان تدمر الكوكب بالكامل ولكن على الرغم من ان المفاوضات بين الرئيس كينيدي ورئيس الوزراء السوفيتي نيكيتا خروتشوف كانت ناجحة وتسير بشكل جيد الا ان الحرب كادت ان تقع بسبب قطان الغواصة السوفيتية المرتبك كانت الغواصة السوفيتية بي تسعة وخمسون والتي كانت متمركزة في منطقة البحر الكريبي جنبا الى جنب مع ثلاث غواصات اخرين وكانت مجهزة بصاروخ نووي له نفس القوة التدميرية تقريبا للقنبلة التي القيت على هيروشيما وكان لاسطول الغواصات اوامر بمهاجمة القوات الامريكية في حالة استفزازها دون الحاجة الى موافقة موسكو عندما اكتشفت البحرية الامريكية الغواصة وبدأت في اسقاط قنابل العمق في مكان قريب اعتقد قائد الغواصة بي تسعة وخمسون فانتنس فيتسكي ان الحرب قد بدأت وامر باطلاق الصاروخ ومع ذلك كان على متن الغواصة ايضا قائد للأسطول فسيلي ليكساندرو فيتش ارخيبوف شعر ارخيبوف ان الامريكيين كانوا يحاولون فقط اخراج الغواصة الى السطح وانهم ليسوا في خطر واقنع ارخيبوف سفيتسكي بالتراجع والتوقف وتجنب بذلك وقوع الحرب النووية الانقاذ الثالث ارسل الملازم ديفيدو تيش اربع دبابات لمساعدة وحدة اخرى متحديا بذلك اوامر الانسحاب في اثنان وعشرون ابريل الف وتسعمائة وواحد وخمسون اطلق الجيش الصيني هجوم الربيع ضد القوات الامريكية خلال الحرب الكورية حيث ارسل ثلاثمائة الف جندي لمهاجمة الخطوط الامريكية وبعد يومين عندما كانت القوات الامريكية غارقة في الهجوم تم القبض على وحدة من سرية رينجر الثامنة وراء التقدم اتصل قائدها اي سي ريفيرا عبر الراديو طلبا للمساعدة لكن القوات الامريكية المتبقية قررت الانسحاب كان من الممكن ان يكون ريفيرا ورجاله الخمسا وستون محكوما عليهم بالموت لو لا الملازم ديف تيش وذلك بعد عسيانه لاوامر قائده حيث ارسل تيش اربع دبابات الى موقع ريفيرا على التل ستمائة وثمانية وعشرون واستعاد سرية الذين تقطعت بهم السبل وظنوا انهم هالكون لا محالة الانقاذ الرابع العريف رفض ديزموندوس حمل السلاح لكنه اصبح بطلا في القتال من الناحية الفنية لم ينتهج ديزموندوس اي قواعد عندما سجل نفسه كمستنكف ضميري في الجيش الامريكي خلال الحرب العالمية الثانية المستنكف ضميريا هو شخص يعتبر نفسه مسالما غير متدخل غير مقاوم غير عدواني مناهض للامبريالية حيث يتم تعيين المستنكفين ضميريا الى خدمة مدنية بديلا عن التجنيد او الخدمة العسكرية لقد كان ديزموندوس واحدا من اكثر من اثنين وسبعون الف فرد انضموا الى الخدمة كمستنكفين ضميريا عندما قصف اليابانيون بيرلا هاربر اعطي دوس خيار تأجيل التجنيد لكنه اختار الانضمام كمقاتل لانه اراد خدمة البلاد وتراجع عن فكرة المستنكف ضميريا واصبح مصعف قتالي في فرقة المشات السابعة والسبعين رفض في البداية حمل السلاح وكان هذا الامر بالاضافة لاعفائه من التدريب ايام السب مصدر انتقادات شديدة تجاه دوس من زملائه الجنود ومع ذلك عندما تم ارسال دوس للقتال حصل على احترام زملائه في الفريق وذلك بعد حصوله على النجمة البرونزية لبطولته في الحرب واشتهر بانقاذ حياة حوالي 75 جنديا جريحا تحت اطلاق نار كثيف في معركة اوكيناوا حصل دوس على وسام الشرف بسبب هذا الامر ليصبح المعترض الاول والوحيد في الحرب العالمية الثانية الذي ينال هذا الشرف الانقاذ الخامس عندما رفض القائد الاسترالي ديريكا الانسحاب وسيطر على جميع مواقع الجيش الياباني كانت الكتيبة 48 من فرقة المشات التاسعة الاسترالية هي الوحدة الاكثر حصولا على الاوسمة في استراليا والتي خدمت في الحرب العالمية الثانية وكان الملازم توماس ديريك واحدا من اكثر جنود الكتيبة الحاصلين على الاوسمة جاء انجاز ديريكا الاكثر شهرة خلال معاكة ساتيل بيرج في غينيا الجديدة في نوفمبر 1943 شارك مع كتيبته في القتال ولكن بعد اسبوع من القتال العنيف توقف تقدمهم بسبب صعوبة المعركة واما القائد للعام ديريكا بالانسحاب نقل عن ديريكا قولته الشهيرة باكر كو سيد القائد اعطني فقط عشرون دقيقة وسنحصل على هذا المكان تقدم ديريكا في مواقع متعددة للمدافع الرشاشة اليابانية صعودا عبر الغابة بينما كان تحت نيران زملائه في الفريق وقد فعل ذلك بنفسه اجمالا قام ديريكا بتطهير عشر مواقع للعدو وساعد وحدته على تحقيق هدفها وحصل على وسام فكتوريا كروس لجهوده لسوء الحظ لقي ديريكا حكفه في وقت متأخر من الحرب حيث عانى من اصابات خطيرة في معاكة تارا كان في مايو الف وتسعمائة وخمسة واربعون واستسلم في اليوم التال الانقاذ السادس رفض للجنرال ديتريش فون شولتيتس حرق باريس عندما قامت قواته باخلاء المدينة عندما نجحت قوات الحلفاء في غزو شمال فرنسا وذلك في يوم النصر في السادس من يونيو عام الف وتسعمائة واربع واربعون ثم تقدمت للاستيلاء على باريس في اغسطس امر هتلر القوات المحلية باحراق معظم المدينة لمنعها من الوقوع في ايدي العدو وشمل ذلك تدمير الجسور والمرافق المهمة المرتبطة بالحرب وحتى المباني الشهيرة في باريس مثل كاتدرائية نوتردام وقوس النصر رفض قائد للجيش الالماني الاول الجنرال ديتريش فون شولتيتس الامتثال وتنفيذ تلك الاوامر في مذكراته التي صدرت عام الف وتسعمائة وواحد وخمسون ادعى فون شولتيتس انه شعر بان الاوامر ليس لها اي قيمة عسكرية وان هتلر كان مريضا عقليا ومع ذلك فقد جادل بعض المراقبين الفرنسيين في ذلك الامر بقولهم بان شولتيتس كان يفتقر فقط الى القوات اللازمة لتنفيذ الاوامر وانه حاول لاحقا اعادة الصياغة الوضع لانقاذ سمعته الانقاذ السابع مع انتهاء الحرب العالمية الثانية رفض البرتوسابير تدمير البنية التحتية المدنية في المانيا في مارس الف وتسعمائة وخمسة واربعون استولى الحلفاء على الجسر الاخير على نهر الراي والذي يسمح بالوصول الى المانيا عند هذه النقطة اصدر هتلر امرا اكثر تطرفا من امره الذي اصدره عام الف وتسعمائة واربعة واربعون بتدمير باريس امر بالهدم في اراضي الرايخ والذي يعرف شعبيا باسم مرسوم نيرون وكان هذا من شأنه ان يقضي على كل الصناعة والبنية التحتية في المانيا لمنعها من الوقوع تحت سيطرة الحلفاء ويبدو ان الزعيم الالماني لم يكن مهتما باي تأثير قد يحدثه مثل هذا الامر على السكان المدنيين الضعفاء في بلاده وتقع المهمة على عاتق وزير التسليح الالماني وصديق هتلر البرتسابير شعر سبير ان الامر سيكون له تأثير مدمر على الشعب الالماني ومثل فونتشولتتس الذي رفض حرق باريس شك سبير ايضا في ان رئيسه كان غير مستقر عقليا اصدر سبير الاوامر في النهاية ولكنه اصدر ايضا اوامر بديلة مشفرة لتأخير التدمير في النهاية لم يتم تنفيذ مرسوم نيرون بعد الحرب حاول سبير احد كبار اعضاء القيادة الالمانية الذين نجوى من الحرب الترويج لنفسه كشخص وقف في وجه هتلر في حين ان التاريخ ينسب اليه الفضل في رفض اتباع مرسوم نيرون فمن الجدير بالذكر ايضا ان السبب الحقيقي وراء رفض سبير تنفيذ الاوامر هو انه كان مهندسا معماريا واراد الحفاظ على العديد من المباني التي صممها في المانيا الانقاذ الثامن رفض قائد مدفعية الحرب العالمية الاولى رؤول بيروب امر الجنرال باطلاق النار على رجاله كانت الحرب العالمية الاولى مسؤولة عن العديد من الابتكارات التكنولوجية وكان من اهمها الاستخدام الواسع النطاق للمدفع الرشاش بفضل معدل اطلاق النار المتفوق سمحت المدافع الرشاشة للجيوش باستهداف اعداد كبيرة من جنود العدو من مسافة بعيدة تطلبت المدافع الرشاشة بالتنسيق مع التحسينات في المدفعية من الجيوش تغيير تكتيكاتها والاتعاد عن عبوات الحرب الجماعية المباشرة والاتجاه نحو حرب الخنادق لكن هذا التغيير كان تدريجيا في المراحل الاولى من الصراع امر القادة بشكل روتيني بتوجيه هجمات باستخدام الاسلحة الرشاشة في سبع مارس الف وتسعمائة وخمس عشر امر فوج المشاتث الاسمائة وستة وثلاثون الفرنسي بمهاجمة مواقع المدافع الرشاشة الالمانية الراسخة استمرت الهجمات لمدة يومين وعندما امر قائد الفرقة الجنرال جيرود ريفيلهاك بتوجيه هجمة اخرى رفضت الجنود تنفيذ الاوامر لما يشكله من خطورة بالغة عليهم امر ريفيلهاك غاضبا قائد مدفعيته العقيد بيروب باطلاق النار على قوته فرفض بيروب تنفيذ ذلك الامر كما رفض بيروب تنفيذ نفس الامر مرة ثانية بعد ايام عندما لم يتمكن اربعة تعريفين من عبور مائة وخمسون يردة من المنطقة الحرام لقطع الاسلاك الشائكة وعدوا الى الوراء امر ريفيلهاك باعدامهم تم تصوير الحادث لاحقا في فيلم ستانلي كوبريك دروب المد ظل ريفيلهاك في قيادة الفوج حتى فبراير الف وتسعمائة وست عشر عندما امر باخذ اجازة لمدة ثلاثة اشهر وبعد انتهاء القتال حصل على وسام الشرف وتقعد بمرتبة الشرف الانقاذ التاسع عندما مات اغسطس تمرد الجنود الرومان على نهر الراي مما تسبب في ازمة كبيرة للامبراطورية جميع اشكال التمرد هي اعمال عسيان للاوامر ولكن تمرد الراي عام اربع عشر ميلادية هو واحد من اكثر التمردات شهرة في التاريخ لانه هدد استقرار الامبراطورية الرومانية باكملها في نهاية عهد الامبراطوري اغسطس الذي حكم من عام سبع وعشرون قبل الميلاد الى اربع عشر ميلادية كرس الجيش الروماني الكثير من قوته لقمع ثورة في الريكوم وتقع شمال غرب البلقان في الفترة من عام ستة الى تسعة ميلادية ساعدت عملية اعادة الانتشار للقوات هذه في التعجيل بالتدمير السيء الصمع لثلاثة فيالق ضعيفة في غابة تويتو بورغ في المانيا لتعويض خسائره استدعى الجيش الروماني قدامى المحاربين وقام بتجنيد العبيد المحررين بحلول عام اربع عشر ميلادية كانت فيالق بنونيا مليئة بالجنود الذين تم تجنيدهم بعد انتهاء مدة خدمتهم الاصلية او لم يكونوا جنودا عاديين في المقام الاول خلاصة القول ان معظمهم لم يرغب في التواجد هناك وشعروا بان حقوقهم تم تجاهلها ولكن على الرغم من عدم رضا الجنود الا انهم كانوا على الاقل مولين لااغسطس الذي قام بتجنيدهم والذي مارس السلطة شبه خارقة على الامبراطورية التي ساعد في تشكيلها عندما مات اغسطس تمردت الجحافل للمتمركزة بالقرب من نهر الراي بدأت الثورة مع الفيلق الخامس اليودياوراباكس حيث بدأ الجنود بقتل قادة فرقهم وسعان ما انتدت الى الفيلق الاول جيريمانيكا وفاليريا فيكتريكس وقعت مهمة ايقاف تمرد الراي على عاتق جيرمانيكوس ابن دروسوس شقيق الامبراطور الجديد تيبيريوس والقائد السادق الشهير استرض جيرمانيكوس الجنود المتمردين مؤقت من خلال الموافقة على اطلاق صراح كل من شارك في عشرون حملة او اكثر على الفور ثم دفع رواتبهم عندما ارسلت بيريوس وفدا من مجلس الشيوخ للتحقيق في التمرد ثارت الجحافل مرة اخرى لكن هذه المرة هدد للجنود زوجة جيرمانيكوس الحامل اجريبينا وحفيدة اغسطس وابنهما الصغير غيوس المعروف في التاريخ بلقب طفولته كاليجولا رد جيرمانيكوس بفتحهم لتعريض حياة احفاد اغسطس للخطر تحطمت عزيمة المتمردين وتم اعدام زعمائهم بعد ذلك قاد جيرمانيكوس الجنود المتمردين سادقا في رحلة استكشافية ناجحة عبر نهر الراي وذلك بعد ان اثبتوا ولاءهم مرة اخرى الانقاذ العاشر رفضت الجنود دولهنود استخدام خرطيش مدهونة بدهن لحم الخنزير ولحم البقر مما ادى الى تمرد عام الف وثمانية مائة وسبعة وخمسون بحلول عام الف وثمانية مائة وسبعة وخمسون كانت شركة الهند الشرقية البريطانية قد سيطرت على الهند بنظام قمعي لمدة قرن تقريبا وفي يناير من ذلك العام وصلت التوترات اخيرا الى درجة ان القادة السياسيين الهنود كانوا يخططون لثورة لكن التمرد الهندي لم يبدأ رسميا حتى رابع ذلك العام الحدث الذي اشعل التمرد نشأ عندما خدم تسعون سيبوي جنود مشات هنود تحت قيادة فوج الفرسان البنغالي الخفيف الثالث البريطاني في هذا الوقت استخدمت بنادق انفل البريطانية خرطيش قيل انها كانت مشحمة بمزيج من دهون البقر والخنازير ولتعبئة بنادقهم كان على الجنود ان يمزقوا الورق الذي يغلف الخرطيش باسنانهم اعترضت السيبوي وهما خليط من القوات الهندسية والمسلمة على وضع شحم البقر والخنازير في افواههم لاسباب دينية ورفضوا استخدام الخرطيش وفي الثامن من مايو ادينت قوات بتهمة العسيان في محكمة عسكرية وبدأ التمرد الهندي بعد يومين وفي النهاية هزم البريطانيين التمرد الهندي الذي اعقبه اعمال انتقامية شرسة لا يزال مدى مداها موضع نقاش وسيطروا بشكل مباشر على الهند وانشأوا الراجة البريطانية الذي استمر حتى عام الف وتسعمائة وسبعة واربعون الانقاذ الاخير حين قام جنرال الاتحاد دانا سيكلز بنقل عشر الف رجل من مواقعهم وفي حين عصى القادة الاوامر لاسباب عملية وعسكرية كما حدث مع الجنرال دانيل سيكلز في معركة جيتسبير فان اسباب جنرال الاتحاد دانا سيكلز للتمرد كانت اكثر اثارة للجدل كان سيكلز سياسيا من فئة تمانيهال وكان يطمح الى ان يصبح رئيسا لكن احلامه تم تدميرها فعليا عندما قتل عشيق زوجته وعندما اندلعت الحرب الاهلية الامريكية في عام الف وثمانية مائة وواحد وستون قام سيكلز بتشكيل لواء وجعل نفسه قائدا له على امل تحسين سمعته وفي اثنان يوليو امر فيلق سيكلز بالدفاع عن جزء من منطقة سيمتري ريد وكان موقعا مركزيا بين قسمين اخرين نظرا لان موقع الارض جعل موقعه لا يمكن الدفاع عنه طلب سيكلز من اللواء جورجاميل الاذن بالتقدم ثلاثة ارباع مل الى طريق ايميتسبورن رفض ميدو هذا الطلب انتهى الامر بسيكلز بالتقدم الى الموقع الامامي وعسيان اوامر قائده مما ترك وحدته عرضة للهجمات الشديدة وترك موقعه دون حماية في الهجوم الكونفدرالي الكبير للجيش الذي اعقب ذلك اضطر سيكلز الى التراجع وفقد ما يقرب من اربعون في المائة من قواته سقطت منطقته في ايدي اللواء الثالث الفرقة الاول الفيلق الخامس من بين افواجها كانت فرقة ماين العشرون الشهيرة بقيادة العقيد جوشوات شامبرلين لقد تمكنوا بشكل مشهور من صد تقدم قوات الكونفدرالية ولكن من المحتمل ان الاعمال البطولية لم تكن ضرورية لو لا قرار سيكلز حيث اكد سيكلز في نهاية ايامه ان عسيانه ساعد جيش بوتوماك على النجاة من هجمات اليوم ويختلف الكثير من المؤرخين مع هذا الرأي لكن البعض ما زال يشعر انه ربما كان على حق كان هذا ذا شهر الانقاذات في العصر الحديث والتي ربما لولاها بعد ارادة الله سبحانه وتعالى بالطبع لكان تغير وجه التاريخ لا تنسوا الاشتراك والاعجاب بالفيديو وانتظروا مفاجآت كثيرة قادمة باذن الله لا يوجد لها مثيل على اليوتيوب وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة